ننتقل إلى صحيفة القدس العربي إلى فلسطين استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين أعلن مدير مستشفى الشهيد خليل سلمان الحكومي بمدينة جنين منتصف الليل عن استشهاد طفلات جنة مجدي عصام عساف زكارنة البالغة من العمر 16 عاما إثر إصابتها برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحي الشرقي من مدينة جنين وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن الطفلة الشهيدة أصيبت برصاص الاحتلال بينما كانت تتواجد على سطح منزلها وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة وأصيب أيضا مساء الأحد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية المحتلة ونقل عن مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية كانت قد اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين لاعتقال أحد الشبان المطلوبين واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في منطقة البيادر وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلام الفلسطينية إن مقاتليها استهدفوا جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة كما أطلقوا النار تجاه حاجز الجلمة شمالي المدينة اشتركوا في القناة